تتجه مملكة البحرين نحو مستقبل أكثر استدامة في التحول للاستثمار في الاقتصاد الأخضر لتكون خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية للطاقة مسارا واقعيا لإزالة الكربون وهذا ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 28 على خطة الاستدامة والتحول نحو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر تخطو مملكة البحرين بثبات واستراتيجية واضحة يترجمها كل من خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم الإعلان عنهما خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 28 وهو ما أظهر التزام مملكة البحرين بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول العام 2035 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060 تسعى خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني عبر ثلاث ركائزة هي اقتصاد منخفض الكربون التكيف مع تغييرات المناخ وخلق الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر الجديد بينما الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060 عبر تحسين الطلب على الطاقة تنويع مصادر الطاقة نشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته منها أما بالنسبة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر الجديد فهو يتيح لمملكة البحرين بيئة مثلة للمستثمرين لاختبار ونشر تقنيات المناخ المبتكرة مثل صناعة الخضراء التقنية الخضراء التمويل الأخضر الزراعة المستدامة والأعمال الإنشائية الخضراء وتحقيقاً للاستثمار في الاقتصاد الأخضر الجديد يساهم مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر التابع لشركة ألمنيوم البحرين ألبا والأول من نوعه في المنطقة في تحويل 35 ألف طن من المخلفات سنوياً إلى منتجات ذات قيمة صناعية أما مطار البحرين الدولي فقد واصل تقدمه في تحقيق الحياد الكربوني وأصبح ثاني مطار في الشرق الأوسط بينما تمكنت حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات من جعل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان محايد كربونياً وعلى صعيد التشجير أعلنت مملكة البحرين مضاعفة الأشجار القادرة على العيش في المناخ الصحراوي بحلول 2035 من مليون وثمانمائة ألف إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف شجرة أما بالنسبة لأشجار القرم أعلنت مملكة البحرين عن هدفها في زيادة أشجار القرم إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2035 وهو ما يساهم في زيادة أعداد هذه الأشجار من أربعمائة ألف إلى مليون وستمائة ألف شجرة ففي ظل وجود العديد من المنهجيات للتعامل مع إزالة الكربون تتنوع بين أطور تنظيمية ومبادرات تقودها قطاعات الصناعة المختلفة مكنت مملكة البحرين من الاستفادة من مقوماتها لخلق نموذج ينسجم مع أهدافها الطموحة بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر